بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ونوصل شرح مادة التربية الدينية الإسلامية وما زلنا مع دروس الزكاة وهذا الدرس الثالث نتحدث فيه عن مصارف الزكاة وآدابها مصارف الزكاة وآدابها نتحدث عن الجهات التي نخرج فيها أو نخرج إليها الزكاة وفي نهاية الفيديو نتحدث عن آداب الزكاة تابعونا حتى النهاية ولكن قبل البداية أذكرك دائما بإشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو اعمل مشاركة الآن مع الآخرين حتى تستفيد منه الجميع كذلك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو افعل ذلك الآن وتابع معي هذا الشرح مصارف الزكاة وآدابها كما تحدثنا في الفيديو السابق عن الزكاة وكنا أن لكل نوع من أنواع الزكاة شروط تحدثنا عن زكاة الفلوس والزهب اللي هي والفضة المدخرة وقلنا شروطها أن تبلغ النصاب وأن يمر عليها عام هجري كامل الحول كذلك تحدثنا عن زكاة الزروع اللي هي طبعا بيجب فيها الشروط لابلغ النصاب وأن يكون المزكي هو الذي يبزل المال والجهد كذلك أن يكون من الطعام الغالب لأهل البلد ويمكن الدخار كذلك زكاة المواشي كلنا يجب أن تبلغ النصاب وأن يمر عليها عام هجري وتحدثنا أيضا عن النصاب نفسه اللي هو نصاب بتاع زكاة الفلوس والزهب والفضة المدخرة كلنا اللي هو النقود يعني ما يسوي كام قيمته 85 جرام 85 جرام من الذهب كذلك النصاب اللي هو طبعا الآيار 21 وكذلك النصاب اللي هو زكاة الزروع كان 5 أوسق اللي هو بيساوي حوالي 645 كيلو جرام وكذلك الزكاة المواشي فتجب في القبل والبكر والغنم ولكن النصاب يختلف على حسب النوع وهذه الزكاة اللي هي الزكاة الخاصة بزكاة النقود اللي هي تبلغ النصاب طبعا طيب لو بلغت النصاب اللي هو 85 جرام الزكي بقديه طبعا يجب أن تتوفر فيها الشروط كما قلنا تبلغ النصاب اللي هو 85 جرام وبالتالي يحول عليها لايه الحاول فيجب أن يخرج من الزكاة حول كام النسبة اتنين ونصف في المية اتنين ونصف في المية منين من المال اتنين ونصف في المية من المال اللي معاه فلو مثلا هو بيملك مثلا ايه 200000 جنيه مثلا على حسب بقى على حسب طبعا النصاب احنا هنا مفروض يكون 85 جرام ما يساوي او ما قيمته 85 جرام دهب فالمهم لو هو مثلا تلك 200000 جرام 200000 جرام 200000 جنيه فطبعا هيبلغ النصاب كما قلنا ويمر ايه عام هجري وبالتالي يجب عليه مسلا يخرج اتنين ونصف في المية بيخرج حوالي كام خمسة الاف خمسة الاف ايه جنيه من هذا المبلغ اللي هي النسبة اتنين ونصف ايه في المية من هذا المال طيب اما للان نتحدث لمن يخرج بقى هذا المبلغ او يخرج يعني المصارف الزكاة عموما يخرجها لمن فقد اشار القرآن الكريم الى تعدد مصارف الزكاة هذه المصارف يعني كثيرة اكثر من نوع ومصارف الزكاة كام ثمانية يبا ثمان انواع دي مصارف مصارف الزكاة ثمان انواع تعبر عن ثمان صور من حاجات البشر التي يجب ايه تلبيتها باذا الثمان انواع دول شملت حاجات البشر حتى لا يبقى يعني اي احد ايه محتاج حتى تغني صاحبها عن السؤال عن زل السؤال وعن الطلب وحتى تتزين الحياة بين يعني افراد المجتمع الواحد فيحدث التكافل والتعاون بين افراد المجتمع الذي يكون كالجسد الواحد طيب مصارف الزكاة مصارف الزكاة معناها هي الجهات ده المصارف الى الجهات يعني التي تخرج لها اموال الزكاة ما هي مصارف جمعها الله في قوله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هذه الزكاة فرض واجب والله عليم حكيم سبحانه وتعالى طيب هذه المصارف بالتفصيل أولا الفقير من هو الفقير؟ الفقير هو شديد الحاجة الذي لا يملك ما يسد حاجاته الأساسية بيزا الشخص ده الفقير ده شديد الحاجة طبعا محتاج جدا شديد الاحتياج شديد يعني في شدة الحاجة يحتاج إلى المعولة والمساعدة لأنه لا يملك ما يسد حاجاته الأساسية مش معالي الكفي أصلا حتى يسد الحاجات الأساسية كالطعام والشراب والملبس وهكذا أما المسكين فهو أفضل حالا من الفقير أفضل شوية منه فهو يمتلك مالا لكنه لا يكفي حاجته يبقى إذن الفقير لا يمتلك إنما المسكين يمتلك ولكن هذا الامتلاك المال الذي يملكه لا يكفي لا يسد أيضا يعني كل احتياجاته النوع الثالث هم العاملون عليها العاملون على الزكاة والعاملين عليها الضمير يعود عليه الصدقات يبقى إذن الصدقات مقصود بها هنا الزكاة لها المفروض العاملون على الزكاة وهم الذين يعملون على جمعها وإخراجها لمستحقيها الناس اللي شغلين ويجمعوا الزكاة من الناس وبعدين بيوزعوها ويمروا على الناس وهكذا بأيذن دول الموظفين فين في موضع الزكاة كذلك المؤلفة قلوبهم من هم؟ تأليف القلوب يعني أصلا تأليف القلوب يعني جمعها تأليف القلوب يعني جمعها ومنهم؟ مين هم مبأ؟ المؤلفة كله منهم؟ حديث العهد بالإسلام حديث العهد بالإسلام الذين يحتاجون لدعم مادي إذا أدى دخولهم في الإسلام إلى قطع النفقات عنهم يعني مثلا هما كانوا بياخدوا أي فروس أصلا في الديانة بتاعتهم فيجب على المسلمين أنهما برضو يقطعوا لهم جزء من أموالهم ويعتهلهم خلاص يبقى إذن هما حديث العهد بالإسلام لدخل الإسلام جديد فبالتالي بنألف قلوبهم ونجمعهم حتى نحببهم في دخول الإسلام وكذلك طبعا المؤلفة قلوبهم أيضا في أنواع أخرى ولكن يعني هذا زي يقول منهم من هؤلاء حديث العهد بالإسلام أيضا في الرقاب يعني في الرقاب هو دفع الزكاة لتحرير العبيد وذلك أصبح أمرا تاريخيا يعني مش موجود الآن فشراء وبيع البشر لم يعود مباحين في هذا الزمان طبعا كان موجود زمان اليوم يسموه العبيد العبيد اللي هما كانوا بيبيعوا بيشتروا كان في سوق العبيد سوق الرقيق هذا السوق يعني كان مخصص لبيع وشراء العبيد هؤلاء بيع البشر إنما الآن طبعا لما جاء الإسلام كان حريصا على تحرير هؤلاء العبيد وفك الرقاب فلذلك من الأمور التي فعلها الإسلام حتى ينهي على هذا الأمر وهو موضوع الزكاة من زكاتنا نحن نحرر العبيد إبا دفع الزكاة لتحرير العبيد فهذا أمر طبعا أصبح منتهي ليس موجود الآن كذلك من مصارف الزكاة الغارمون الغارمون هم أصحاب الديون أصحاب الديون الذين لا يستطيعون سدادها وقت أدائها يعني جاء وقت السداد ولكن لا يملكون ما يكفي لسد هذه الديون بإذن هؤلاء هم الغارمون النوع السابع في سبيل الله وفي سبيل الله سبيل الله عز وجل ما هو سبيل الله سبيل الله هو الطريق الموصل لمرضاته عز وجل ويدخل في هذا المصرف طبعا بيدخل فيه أشياء كسرة جدا أي حاجة تكون سبب في الخير عموما الخير والبر للمسلمين أي حاجة فيها خير وبر للمسلمين ومهمة جدا طبعا وترضي الله عز وجل تدخل في هذا الأمر إذن هذا في سبيل الله ده أمر واسع جدا فيدخل فيه بناء المسجد ممكن نبني المساجد من الزكاة بناء المستشفيات كذلك تمهيد الطرق وبناء المدارس تحفيظ القرآن علاج المرضى غير القادرين أيضا نشر الثقافة الدينية بأي شكل كانت كذلك إذن في سبيل الله بيدخل فيها أنواع كثيرة طيب على ذلك وابن السبيل ابن السبيل هو الشخص المغترب المغترب عن وطنه عن بلده الذي لا يستطيع العودة إليه طبعا انقطعت يعني عنه الأموال مش معاه فلوس وظلت به السبل عن وطنه فيعطى من أموال الزكاة حتى يقدر على العودة إلى بلده ووطنه مرة أخرى هذا شخص متغرب بعيد عن وطنه وبالتالي يعني مش معاه فلوس أو مش معاه ما يكفي حتى يستطيع العودة إلى بلده فبنعطيه من أموال الزكاة بعد ذلك آداب الزكاة ما آداب الزكاة؟ هل الزكاة آداب؟ نعم هذا الشخص المزكي الذي يخرج الزكاة طبعا يعني يجب أن يتحلى بعدة آداب أولا يجب أن تكون الزكاة التي يخرجها من مال حلال إذن هذا شيء مهم جدا مهم جدا الزكاة لابد أن تكون من مال حلال إن الله أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا إذن لا بد أن تتحرر مال الطيب الحلال ثانيا وإلا إذا أخرجت ما أخرجت مهما أخرجت من أموال فلن يتقبلها الله إذا كانت من أموال إيه حرام أموال خبيثة ثانيا أن تخرج الزكاة من المال الجيد وليس المال البالي أو الفاسد المال الرديء فمثلا يختار المزكي الفلوس الجيدة غير المهترئة لو طلع فلوس يختار الفلوس اللي حاليتها كويس كذلك في الزروع والثمار ينتقي أجودها وما يطلعش الفاسد منها مش الفاسد أو الشيء اللي هيبوز أو يطلعوا إيه لا طبعا ما ينفعش نطلع الحاجة لله إبا طلعا لا طلع إيه من الأشياء الجيدة كما قال سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفكون كما ذكرنا قبل ذلك يعني لا تتعمدوا اختيار المال الرديء ولا تتيمموا الخبيث منه تنفكون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني تتساهلوا في أخذه وقد ذكرنا معنى ذلك في الفيديو السابق واعلموا أن الله غني حميد إبا لا تتيمموا الخبيثة منه تنفكون يعني لا تنفكوا لا تتعمدوا ولا تقصدوا اختيار المال الرديء اللي هو البالي أو الفاسد عموما طيب أيضا من هذه الأداب إبا الأداب الثالث عاد متأخيرها عن وقتها ما تأخرش الزكاة تأخرش إذا جاء وقتها فأدي الزكاة فورا كذلك رابعا أن لا يؤذي المزكي آخذ الزكاة لا بالقول ولا بالفعل ما تأذيش الشخص الفقير أو المسكين أو العامل على الزكاة أو المؤلفة كلوبهم أو الغارم أو في سبيل الله أو ابن السبيل ما تأذيش الناس اللي أنت بتعطيهم الزكاة كتعييره بما أخذك تفضل مثلا تعيره إنك أعطيته من أموال الزكاة أو تعيره وهكذا وتزل بقى بالأفلوس لنتدثاله وهكذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن المن هو ماذا؟ هو إظهار الإحسان إظهار الإحسان إنك بتظهر وتبين الإحسان إنك أحسنت إليه فتعدت من عليه وكذلك الأذى اللي هو التطاول اللي هو التطاول على هذا الشخص تتطاول عليه وتأذيه بأي طريقة كانت يعني تتعلق إنك أعطيته من الزكاة كذلك هذه هي أداب المزكي أداب المزكي عليه إذا ذكرنا أداب المزكي الشخص الذي يخرج الزكاة كذلك هذه أداب المزكي عليه اللي هو يأخذ الزكاة يبا المزكي يخرج الزكاة إنما المزكي عليه يأخذ الزكاة طيب هل عليها أداب آه طبعا كيف أولا ألا يحسد غيره على ساعة رزقه ما يشي يفضل يحسد في الغني اللي هو يعني حل تقيه ميسر عنه ويرضى بما قسمه الله سبحانه له فالغنى طبعا وغنى لإيه غنى النفس يبا عدم الحسد عدم الحقد إنه طبعا ما يشيرش في ألبه منين من هذا الشخص الغني طبعا هذه قسمة قسمها الله عز وجل فالنرضى ثانيا ألا يلح في السؤال ما يلحش في السؤال والطلب هذا الشخص اللي هو يأخذ الزكاة لا يلح في السؤال ولا في الطلب فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده كذلك ثالثا ألا أن يستعين بما أخذ على قضاء حاجاته وفي طاعة ربه جل وعلا ما ياخدش الفلوس يصرفها يعني فيما لا يفيد أو فيما يغضب الله عز وجل لا أتأخذ الفلوس وتعالي الزكاة أتصرفها وتقضي بها حاجاتك الأساسية كما قلنا وكذلك فيما يرضي الله عز وجل كذلك فضل 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 الزكاة فضلها على المزكي ما فضل الزكاة؟ هنا فضلها على الشخص المزكي نفسه يعني قد يكون لها فضل على المزكي الذي يخرج الزكاة ولها فضل أيضا على المزكي عليه كيف ذلك؟ تابع معي حتى النهاية طيب ما فضلها على المزكيين؟ أولا امتثال المزكي لأمر الله سبحانه وتعالى في إخراج الزكاة إنه امتسل الأمر ونفذ أمر الله عز وجل وإخرج الزكاة ده فضل كبير جدا ثانيا أنها تطهير للنفس هذه الزكاة تطهر النفس من الأخلاق الزميمة الأخلاق غير يعني الجيدة غير الحسنة كالشحي والبخل طبعا دول درجتين يعني تفيد ومنع المال بالتدرب على العطاء إبقى إذن بتطهر نفس من هذه الأخلاق بأن احنا منتضرب على العطاء الدائم كما جاء فيه قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم طبعا كما كنا الزكاة هي التنمية إبقى إذن تنمي هذه الزكاة تنمي بها حسناتهم وكذلك تنمي أموالهم إبقى تنمي حسناتهم وتنمي أيضا أموالهم تنمي الحسنات والأموال هذه الزكاة ثالثا تطهير المال إبقى إذن تطهير النفس وتطهير المال كما كنا تطهير المال من حقوق الخلق من حقوق الخلق فربما قصر المزكي يوما في أداء حقي بائع أو مشتر ممكن تكون أسرت في أي شخص من الأشخاص فتأتي هذه الزكاة فتطهر ما له من هذا الإثم فطول ما أنت عليك حق للآخرين فإذا أنت عليك زم فعندما تخرج هذه الأموال تطهر المال فلا يبقى للخلق أي حقوق فيكون مالك يعني يزيد وينمو كما سيأتي عن جابر قال قال رجل من القوم يا رسول الله أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله يحصله أي أو أي جزاءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره فقد ذهب عنه شره يبقى إذن تطهر المال من حقوق الخلق وبالتالي تطهر المال من الآثام والذنوب التي قد ارتكبتها بشأن يعني حقوق الآخرين كذلك من فوائد الزكاة بالنسبة للمزكي هذا رابعا زيادة المال وتنميته بتزود المال وبتنميه فالذكاة من شأنها أن تدفع المزكي إلى العمل حتى ينمو ماله ولا تأكله الزكاة يعني دايما الزكاة بتدفع الإنسان تدفع دائما أنه يعمل أكتر فبالتالي الإنفاق في مرضات الله عز وجل يزيد من بركة الله إذن اللي هي الزيادة والتنمية فيها معنى أولا بتدفع المزكي تدفعه إلى المزيد من العمل لأنه هو أخرج من الزكاة فالمال اللي أنا حاسس أنه هو نقص فبالتالي بتخلينه ويجتهد أكتر عشان يزود لي الفلوس كذلك المعنى الآخر هذا المعنى الأول المعنى الآخر أن الإنفاق في مرضات الله عز وجل يزيد من بركة المال المال بيكون في بركة فتعم فائدة على صاحبه قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أو في الحديث وما نقص مال من صدقة أيضا روايات إذن ما نقصت صدقة من مال إذن بهذه الصدقة لا تنقص من الأموال في الحقيقة بل تبارك المال ويعني تزيده وتنميه كذلك من هذه الفضائل تيقن المزكي من أن رزق بيد الله الذي يعطيه أفضل مما أنفق الله عز وجل يخلف عليك أفضل مما أنفقته مما أخرجته إذن قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه يعني كيف يخلفه بإعطائكم بإعطائكم يعني أفضل أو خير مما إيه بإعطائكم ما هو خير إيه خير منه ما هو خير منه وما هو أفضل منه يبقى الله عز وجل يخلف عليك ويعطيك أفضل مما أنفقت وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى إذن هذه فضل الزكاة على المزك لكن هل لها فضل على المزك عليه نعم كيف ذلك فضلها على الشخص المزك عليه نفسه الذي يأخذ الزكاة أولا أنها تلبي الزكاة هذه الزكاة تلبي حاجات آخذها وتعينه على الحياة تيسر له أمور الحياة فيشتري إيه حاجاته الأساسية كما ذكرنا ولا تعرضه لإيه للسؤال وزل الطلب كذلك تظهر قلبه من الحسد والبغضاء تجاه الغني كنا أن هذا الشخص الفقير قد يحمل في قلبه يعني الحقد والكراهية لهذا الشخص الغني لهو أغنى منه على ما يملك من الأموال الكثيرة ولا يخرج منها أما إذا أخرج من أمواله هذه للفقير فيعني يضمن هذا الغني أن هذا الفقير لا يحقد عليه ولا يحسده كذلك التيقن من أن ربه يضمن له رزقه إذن عندما يعني يأتي هذا الشخص الغني ويزكي من ماله ويعطيه الشخص الفقير يشعر هذا الشخص الفقير بأن الله عز وجل بالفعل يضمن له رزقه كما قال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم للسائل والمحروم إذن يشعر وتزيد ثقة في الله سبحانه وتعالى إذن هذه هي شروط الزكاة فكذلك يعني من بعض الأمثلة التي زكتناها تحدثنا عن مصارف الزكاة مصارف الزكاة ومنهم المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم كلنا يعني لو شخص أجنبي دخل فين في الإسلام أو مثلا أنه هو طرد من عمله نتيجة لدخوله في الإسلام طيب هو كان لمصدر رزق فلما أسلم طرد من عمله مثلا فبالتالي يحق له أن يأخذ من هذه الزكاة كذلك من المصارف قلنا تحرير العبيد طبعا وهذا ليس موجودا الآن لأن الإسلام قضى على الرق والعبدية من العالم كله وذكرنا هناك بعض الأعمال الخيرية التي تدخل في المصرف الخاص في سبيل الله كبناء المساجد والمستشفيات إلى آخرة وتحدثنا بعد ذلك عن أداب الزكاة بالنسبة للمزكي الذي يخرج الزكاة وأيضا المزكاة عليه الذي يأخذ الزكاة ثم تحدثنا عن فضلها للمزكي الذي يخرج الزكاة وكذلك المزكاة عليه إبقى إذن الزكاة تنمي المال وتعمل على زيادته عن طريق شيئين أولا الزكاة بتدفع المزكي إلى العمل والمزيد من الإجتهاد وأن يستسمر يعني في أمواله أكثر وأكثر فبالتالي يزيل المال أو الزيادة بقى اللي هي البركة إن ربنا عز وجل يبارك في أمواله ويزيد منها تابع معي حل هذه الأنشطة في القناة في الفيديو القادم ابحث عليها تجدها في القناة وأيضا تابع معي حل هذا التقييم التكويني هذا التقييم التكويني الشامل على هذا المحور الرابع طبعا تدريبات وأسئلة يعني مهمة جدا تابعها معي تجد حلها أيضا في القناة وتابع الفيديوهات القادمة سوف يعني نحل المزيد من التدريبات ويعني الكثير من الأسئلة من الكتب المختلفة حتى تفهم مادة التربية الدينية أكثر وأكثر وأخيرا شكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح اكتبوا لنا في التعليقات وأرسلوا لنا يعني آراءكم واستفساراتكم كذلك لا تنسوا مشاركة الفيديوهات مع الآخرين وكذلك لا تنسوا يعني الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته